بيقول ان واحد صاحب اسمه جيم زعلان وبيقول ان باريس ما بقتش زي باريس زمان وبيقول ان باريس اتغيره او اتغيرت وانه الاسلحة بقت منتشرة في فرنسا فطبعا الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ازعل من هذا التصريح طبعا وغضب ورد عليه وقال له الاسلحة ليست منتشرة في فرنسا الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند اكد امس السبت لنظيره الامريكي دونالد ترامب انه الكلمة اللي الهاله صاحبه بيقول فيها انه يعني باريس is not paris anymore او paris ليست paris كما كانت من قبل وقال انه ده الرئيس الفرنسي بقى بيرد بيقول له اه هناك ارهاب ويجب انه حارب الارهاب معا ولكن اعتقد انه ليس من المفيد ابدا ابداء ولو اقل شكل من اشكال التحدي لدولة حليفة يعني مفوض ان فرنسا والولايات المتحدة الامريكية دولتان حليفتين فانك يعني بالبلد كده ما ينفعش تتاريق علينا وكده مش بس كده بقى في تصريح الرئيس الفرنسي كمان كمل رده قال لرئيس امريكا دونالد ترامب رد عليه وقال له انا بقى مش حامل كده مع الولايات المتحدة الامريكية وانا بحث الرئيس الامريكي انه ما يفعلش كده مرة تانية او ما يعملش كده مرة تانية مع فرنسا وقال كمان في التصريح انه انا مش هقعد اعمل مقارنات بقى بس احنا كفايا ان احنا نقول ان عندنا هنا في فرنسا الاسلحة ليست منتشرة وما عندناش هنا ناس مشي باسلحة فتح النار على حشود لمجرد اشباع رغبة التسبب فيه فاجعة ومأساة يعني بيقول انه ده بيحصل في امريكا لكن ما بيحصلش في فرنسا ترامب زي ما قلت كان عنده كلمة كان بيقولها في مؤتمر عمل السياسي للمحافظين يوم الجمعة اول امبارح وقعد ينتقد اوروبا في تعاملها مع هجمات المتشددين وقال انه صاحبه جيم مش عايز يروح فرنسا مرة تانية مين جيم ده؟ طيب مين صاحب ترامب جيم اللي حيعمل ازمة بين فرنسا وامريكا؟